تنظيم المدني أداة اخترعت للسلطة تبسط سلطتها على المسيحات يعني هي بتنظم المسيحات تتسيطر عليها بطريقة أفضل بقى هي أداة سلطوية يعني اخترعت بالقرن 19-20 تقوي الدولة واختراع نظام الدولة بالعمل تبعه بقى في علاقة عضوية بين اتنين هلأ مع الوقت صار كمان فكرة كيف مصنع مدينة دامجة مدينة بتربط الناس بتخدم الناس صاروا أسئل يطرحوها الأشخاص وحتى المنظمين المدن ما بيصير نحنا بس نشتغل إنه بدنا مدينة بس حلوة تكون مثل ما نابوليون جاي بوقتها هاوسمن وعمل بريستر ودمر نص بريستر يعملها مثلا أو غير أو واشنطن تعملت بنفس الطريقة ونحن أجل عنا إكوشار كمان وبدأ ندمر مدن ونعمر محلون العثمانيين ندمروا بيروت القديمة وعملوا البلاس دولتوال بس كمان يقال إنه الجمهوريات ما عمرت المدن يعني الحكم العثماني هو عمر مدينة يقال إنه هنه دمروا بالعكس والتنظيم المدني هذه الجمهوريات الغطى وما عملت علاقات مجتمعية يعني هو صعب نستنتج من هو من ناحية يعني نحن كان عنا وجهة بحرية معينة وجهة الكورنيش فوق وشوف الكورنيش اليوم كلها يطنع ومنقول الكورنيش هيدا قلنا ما إنه هي يعني دمرت العلاقة العضوية بين المدينة والبحر بس إنه إخرتها ورجعنا ركبنا علاقة معها أوقات الإيربانيزم بيعطيك مجال ترجعي إنت تسترجعي هالمكان وتعمليه إليك بس أوقات بيكون بنعمل مثلا أوتوسترادية كتير طويلة كتير كبيرة ما في مجال ترجعي تخديها قد ما إنت حاولت بديك تقطعي الأوتوستراد وما بترجعي بتربط المكان بالعلاقة اللي إنت عايستيها علاقة عضوية بين السياسة والتنظيم المدني كتير قوية وين مكان عنا كتير قوية لأنه نحن الفكرة المصلحة العامة اختفت صار آخر شي هي المصلحة الخاصة اللي عم مهيمني على كل القرارات طبعا صنع السياسات العامة يعني واحد ما عم بيفكر أنا كيف بدي ساعد الناس تعيش حياة أفضل وكيف التنظيم المدني بيقدر يساعدني كان للأديت تقوصل على هالشي السؤال هو أنا كيف بدي استفيد وكيف هاد الأرض أنا بدي استهلكها بطريقة استفيد منها وارجع وزعها هاد الزهنية يعني منى زهنية التنظيم المدني مثل ما عمله ترجمة نانسي قنقر